من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه التنبيه إلى أن الصوم لا يشترك الناس في أجره على حد سواء بل هم متفاوتون فيه بقدر ما يقوم في قلوبهم من حسن النية وسلامة القصد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عملين قلبيين لإدراك هذا الفضل الذي ذكره في صيام رمضان من صام رمضان إيماناً هذا عمل قلبي واحتساباً هذا عمل آخر وهو عمل قلبي غفر له ما تقدَّم من ذنبه فقيد حصول الثواب بمغفرة الذنوب أن يكون الصوم مقترناً بهذين الوصفين الأول إيماناً ومعنى الإيمان هو التصديق والإقرار بما جاء من فرض الصيام وفضل ذلك العمل والاحتساب هو طلب الأجر في ذلك العمل من الله عز وجل هذا معنى الإيمان والاحتساب الإيمان هو الإقرار بالقلب أن الله فرض هذا الصوم والاحتساب أنك لا تطلب أجر هذا الصوم وما تلقاه فيه من مشقة إلا من الله عز وجل وإذا تحقق هذان الوصفان فإنك موعود بفضل عظيم غفر له ما تقدَّم من ذنبه